بسم الله الرحمن الرحيم معكم بمس إيمان من سلسلة تعليم المبتدئين English from Zero to Hero إنجليزي أسهل النهاردة إن شاء الله حنكمل منهج الصف الثاني الابتدائي حناخد باقي يونت 1 الفيديو اللي فات أخدنا lesson 1 و lesson 3 لأنهم مرتبطين ببعض بيتكلموا عن family and neighbors وأخدنا grammar ضمائر الفاعل و verb to be والفرق بين this و these ورابط الحسة في صندوق الوصف النهاردة إن شاء الله حناخد lesson 2 و lesson 4 بس في الأول حنراجع على lesson 1 and 3 بالقطع دي ونتابع فيها صديقنا وهو بيقدم لنا أسرته وقبل ما نبدأ لو أول مرة تشوف القناة ياريت تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك بقية الدروس وكمان موجود في صندوق الوصف رابط جروب التليجرام تشترك فيه عشان حل التمرينات ومتابعة الواجبات والشرح برضو وتنزيل الكلمات والنطق بتاعها لابينا let's go let me introduce my family let me introduce my family these are my grandparents these are my grandparents these are my grandparents هؤلاء جدي this is my uncle this is my uncle هذا عمي his name is عمر his name is عمر اسمه عمر he wears glasses he wears glasses هو يرتدي نظارة look at my parents look at my parents انظر على أبوي look at my parents my father is a teacher my father is a teacher أبي مدرس and my mother is a nurse and my mother is a nurse وأمي ممردة my sister أمينا is five my sister أمينا is five أختي أمينا عندها خمس سنوات my sister أمينا is five my cousin مونا is eight my cousin مونا is eight ابنة عمي مونا عندها ثمان سنوات my cousin مونا is eight and my cousin مونا is six my cousin مونا is six يعني ابن عمي مونا عنده ست سنوات my cousin مونا is six قبل ما ننتقل لليسن تو هناخد ملاحظات بسيطة كده على الجملتين دول عشان كده يبقى أنهينا كل شيء خاص بالدرسين اللي فيته أول جملة عندي بيقول لي she wears glasses she wears glasses she wears glasses والتانية بيقول لي she's wearing a skirt she's wearing a skirt أول ملاحظة طبعا هنلاحظها ان skirt عشان اسم مفرد حطي لي قبليه A لكن glasses عشان اسم جامع اللي هي النضارة ما حطي ليش قبليه A زي ما قولنا المرة اللي فاتت ان الجامع ما بيجيش قبليه ولا A ولا A طيب هي glasses النضارة جامع ازاي جامع وهي نضارة واحدة او اي حاجة لها فردتين لها نحيتين تعتبر جامع بالرغم من اني مقصود بيها حاجة واحدة بس زي مثلا shoes shoes طبعا فردتين يبقى هو كلمة جامع رغم ان احنا نقصد shoes واحد بس وهكذا جميع الكلمات اللي هي لها فردتين ومنها glasses دي الملاحظة الاولى اما عن الملاحظة التانية هنلاحظ اني الزمنين مختلفين في الجملتين دول الجملة الاولى بيقول لي she wears she wears يعني استخدم wear وهي اللي هي تصريف اول وزود لها اس لكن تحت قال لي is wearing is wearing يعني هي ترتدي طب ايه الفرق بين wears و is wearing هقول لكم wears ده حاجة اسمها مضارع بسيط وطبعا احنا حاجة دي كلها هنشرحها في وقتها كتير بس احنا بناخد فكرة wears دي مضارع بسيط يعني بتعبر عن حاجة بتحصل دايما وطبعا الشخص اللي بيلبس نظارة ده بيلبسها على طول على طول على طول دايما يبقى انا حقول عليه wears وهنا طبعا اخد s عشان شي مفرد طيب الجملة التانية is wearing اللي هي ترتدي ده حاجة اسمها مضارع مستمر يعني بيعبر عن حاجة بتحصل دلوقتي فهي دلوقتي لبسة skirt لبسة جيبة لكن كمان شوية ممكن تلبس حاجة تانية ممكن تلبس فستين بانطلون اي حاجة اذا انها لبسة جيبة ده شيء مش دايما ده حاجة دلوقتي بس يبقى الحاجة اللي دلوقتي بس بقول عليها is wearing هي ترتدي لكن اللي بتحصل دايما باستخدم لها مضارع بسيط wears ودلوقتي يلا نبدأ listen to وهنبتدي اول حاجة بالكلمات الجديدة انا هقول وانتو كلكوا تقولوا ورايا يلا بينا morning 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 يعني الصبح يعني الشمس اللسه طالع كده زي الصورة الجميلة دي morning morning طب انا لو شفت حد الصبح هقوله ايه good morning صباح الخير good morning good morning afternoon 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 يعني بعد الدهر يعني الشمس بتبقى في السماء طب لما شوف حد afternoon بقوله ايه بقوله good afternoon good afternoon good afternoon دي تحية بعد الدهر بعد كده عندي evening 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 والشمس مروحة الشمس ماشية يبقى ده المساء evening 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 طب انا لو شفت حد في المساء بقوله ايه good evening good evening good evening good evening دي مساء الخير خلاص احنا بقينا بالليل بالليل او الليل يعني night 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 الليل يعني night والحظ الغ هنا silent يعني اكتبهم وما اقولهمش night طب انا عايز اقول بقى الماما تصبحي على خير وانا رايح انام فهقول لها زي جيري كده ما بيقول لنا وهو رايح ينام بيقول لنا ايه جيري good night good night تصبحوا على خير good night قبل ما نكمل عايزين ناخد بالنا من كلمتين مهمين جدا اللي هم moon يعني امر sun moon sun moon sun الامر طبعا بيطلع في السماء امتى صح at night بالليل moon طيب sun sun بتطلع في السماء امتى in the morning في الصباح وبتمشي امتى in the evening في المساء يبقى عندي moon قمر sun شمس يلا بينا بقى نكمل the moon is in the sky at night the moon is in the sky at night الامر مفرد فحياخد is خدني هالمرة اللي فاتت the moon is in the sky at night the moon is in the sky at night يعني الامر يكون في السماء بالليل sky السماء sky the moon is in the sky at night الجملة التانية the sun comes up in the morning the sun يعني الشمس comes up in the morning بتأتي في الصباح الشمس comes up in the morning وبرضو هنا واخدين comes اخرها is عشان السن اسمه مفرد الاسم المفرد بياخد في نهاية الفعل زي come is وده كله ان شاء الله في قاعدة المدارع البسيط لما ناخدوها الجملة التالتة the sun is in the sky in the afternoon the sun is in the sky in the afternoon نراحظ ان انا قلت the sky the afternoon يعني الشمس في السماء بعد الدهر اخر جملة the sun goes down in the evening the sun goes down in the evening يعني الشمس تذهب او تمشي يعني in the evening goes down يعني تذهب لاسفل على اساس ان الشمس هما بتغرب بتنزل كده لتحت وما بتشرق بتطلع لفوق عشان كده في الشروق قال لي comes up up الفوق في الغروب goes down down لتحت يبقى comes up عكسها goes down comes up تشرق goes down تغرب comes up goes down comes up goes down the sun good afternoon good afternoon to my grandma and he says good afternoon to me I say good evening to my grandma and she says good evening to me I say good night to my dad and he says good night to me good night well it's to me good night aah شاطرة بومبة وآخر حاجة هناخدها النهاردة ان احنا عايزين نعرف ان كل كلمة انجليش بتتكون من يعني مقاطع يعني ايه المقطع المقطع هو جزء من الكلمة يحتوي على حرف متحرك فول واحد بس زي ايه زي مثلا فيها مقطع يحتوي على ايه اذا هم ثلاث مقاطع طيب مقطع واحد عشان فيها شورت اي بس حرف متحرك واحد فول واحد شورت اي طيب تشاكن تشاكن تحتوي على مقطعين فيها مقطعين ليه؟ عشان فيها اتنين فاول صوتين متحركين هما اي و ايه كده يبقى خدنا كل حاجة في الدرس وفيه كمان ملاحظات زيادة خدناها دلوقتي كلنا نشترك في القناة ونفعل الجرس عشان باقي الدروس وما تنسوش تدخلوا جروب التليجرام عشان متابعة الواجب ومتابعة التمرينات ورابط الجروب في صندوق الوصف في الفيديو ده والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته